السلام عليكم ازاي الحال معكم دكتورة سارة انا اليوم في الحلقة دي جاي اتكلم معكم في موضوع طبي ونفسي واكتماعي اللي هو مشكلة الادمان الادمان مشكلة عندها ابعاد كثيرة وبتأثر في كل مجالات الحياة تأثر في سلوكيات الفرد تأثر في اداءه الاجتماعي تأثر في عمله تأثر في حالته الاقتصادية ممكن تعرض لمشاكل غانونية بتعرض لمشاكل في علاقاته الاسرية وتؤثر في مخه تركيبة المخ نفسها تتأثر بعملية الادمان وبالتالي هي مشكلة نحن مفروض ننظر ليها من كل هذه الجوانب من الجانب النفسي ومن الجانب الاجتماعي ومن الجانب القانوني ومن الجانب الطبي كذلك لانه في بعض المواد الادمانية وكثير منها في الحقيقة بتأثر على صحة الجسد نفسها بتعمل اضرار في اعضاء الجسم المختلفة يعني الكحول مثلا الكحول ده مادة ادمانية وهو يؤثر في الكبد يؤثر في القلب يؤثر في العضلات الجسم عموما يؤثر في المخ اوكي وكثير جدا من اجزاء الجسم تتأثر بسمومية الكحول ده غير انه بيعرض المستخدم لكل مشاكل اخرى اللي ذكرناها مشاكل نفسية مشاكل اجتماعية مشاكل غانونية وغيره فيبقى الادمان مشكلة كبيرة وبتحتاج لي يعني عدد كبير من الادارات والخدمات والشعب في مجالات مختلفة انها تعمل مع بعض عشان تقدر تحلها يعني طبعا من الحاجات المؤسفة جدا في عملية يعني غزو الجنجويد انه في كثير جدا من الشباب تم يعني السيطر عليهم عن طريق عملية المواد الادمانية والمخدرات واصبحوا طوع يد الجنجويد بس لسبب ده يعني سيطرت عليهم المشكلة بتاعت الادمان دي وخلتهم اداة للجنجويد ويتم استخدامهم ويعني التنكيل بيوم يعني فيبقى كذا نحاول ببساطة كذا نناقش أو نعبد نقاش هذا الامر وأنا اليوم هتكلم عن الادمان بصورة عامة وفي حلقات اخرى ان شاء الله بفصل المواد المختلفة مواد الادمانية المختلفة ونتكلم عنها بصورة اوسع يعني طيب اول حاجة خلونا نتفق على تعريف على الادمان هو اش يعني انا ما اقول ادمان بقصد شنو بقصد انه اه يعني حالة اه نفسية مزمنة ومعقدة تتصيب الشخص وعندها مميزات معينة انه فيها مثلا احتياج الشديد لاستخدام مادة معينة او للانخراط في سلوك معين لانه الادمان ده ما كله مواد ادمانية في بعض السلوكيات برضو تعتبر ادمان زي ممارسة القمار مثلا في ناس القمار ده بمارسوبة صورة ادمانية صورة مرضية ما بيمشوا بس عشان مرة مرة كده يعني تهابا جود تايم لا بيبقى ادمان بيبقى فوكس في حياتهم يعني السوشال ميديا ممكن تصل كسلوك ونشاط ممكن تكون الناس يصلوا فيها لدرجة الادمان دي سلوكيات تعتبر ادمان يعني طيب هي شو الحاجات اللي بتميز المدمن او الادمان ده نحن 200 بنسميه ادمان لما نقصر على ممارسة النشاط المعين او استخدام المادة المعينة بالرغم من معرفتي بالضرر الحاجة تعمل اليه انا عارف ان الحاجة دي او العارفة ان الحاجة دي مضرب مضرب الصحة بتخليني مثلا غانونيا في حالة مساءلة بتضر اقتصادي بتضرني somehow وبالرغم من ذلك انا بستخدم يعني زي في نوع من فقد السيطرة كده على يعني قدرتنا على المقاومة او مسك نفسنا من الحاجات دي لانه في حاجة اسمها self control self control ده يفقد في حالة الادمان الواحد بيبقى عبد لهذه العادة طيب في حاجات تانية سلوكيات اخرى برضو تميز حالة الادمان دي اللي هي مثلا الرغبة الشديدة او الاجتهاء الشديد للمادة يعني بالذات اذا الشخص مثلا شاف له حاجة بتدل عليه انه مثلا او بتربطه عنده رابط مثلا في راسه بشرب الكحول مثلا الرابط ده انه لو جيت ماشي جنب البار مثلا ده cue اسمه الكيو ده بيخليه يعني الرغبة بتاعته في انه يستخدم الكحول بتزيد ده اسمه urge urge to use او craving تاني حاجة بعد التعود على المادة دي يعني بيبقى تستخدم هذه المادة لمنع اعراض الانسحاب وازدرول لانه انت لما تعود جسمك على هذه المادة لو ما استخدمتها لفترة من الزمن يوم كامل يومين اسبوع المهم بتختلف من شخص الاخشر وبتختلف من مادة الاخرى بتعرض جسمك لنوع من عدم الارتياح اعراض بتصيبك بعدم الارتياح تكون مثلا اريتابل تكون متوتل كده ولا حاسي انه انت مضايق ولا جسمك واجعك والحاجات دي يعني دي اسمه اعراض انسحابية فاحيانا الناس بيمشوا يلجأوا لانه يستخدموا هذه المادة فقط لمنع هذه الاعراض الانسحابية مثلا الناس خلينا اديكم مثال القهوة كافين كافين ده مادة بالمناسبة ادمانية هي ما مضرة بمعنى الضرر لكن النبزول بيدمينة يعني فالناس كل يوم الصباح بيشربوا القهوة عشان يمنعوا اعراض نقص الكافين اعراض نقص الكافين بيحصل شنو بيحصل صداع بيحصل عدم قدرة على التركيز بيحصل انه انك تكون نعسان الحاجات دي اسمه اعراض انسحابية تاخد القهوة بتحتك تروح الاعراض تبقى نشيط وتبقى كده وبده نفسها بس بدرجات متفاوضة طبعا واشكال مختلفة لكل المواد الادمانية المختلفة كلها عند عراض انسحابية ومن اسباب استمرار واحدة من اسباب استمرار استخدامها هو انه انت تمنع هذه العراض الانسحابية وطبعا زي ما قلت ليك الواحد بيفجد القدرة على السيطرة على نفسه ومنعها من الاستخدام المتكرر خلاص تبقى يلوز سيلف كونترول تبقى عبد لهذه العادة فدي كلها مميزات لحالة الادمان المزمنة دي ما هي حالة مزمنة حالة متكررة وحالة نفسية معقدة ما ببساطة كده بطل ما بعرف شنو طاخل بواحد لا لا ما ببساطة دي قصة معقدة شوية عشان كده في مختصين كتيرين في مجالات مختلفة بيدخلوا في محاولة ايجاد الحلول لهذه المشاكل وخصائيين اجتماعيين اخصائيين نفسيين اخصائيين باطنية مثلا او خصائيين زي نظر طبعا في اختصاصيين في القانون وهكذا دي كلهم كل واحد عنده الجانب بتاعه البناخ شو اللي بيعرفه في مسألة الادمان دي لأنها هي بجانب انها مشكلة فردية كمان مشكلة مجتمعية برضو يعني طيب في بعض التعريفات الاخرى انا عاوز الناس يفهموها اللي هي مثلا يقول لك التعود tolerance التعود ده اشنو التعود ده انو جسمك لانو الجسم ده عنده طرق بيحاول يتأقلم بيها على التغييرات اللي بتحصل له وده طبعا التغيير حاجة غير طبيعية بتحصل للجسم فالتعود هو انو الجرعة اللي انت استخدمتها في الاول وادتك حالة الانتشاء والهاي الكبير اللي ادتك لها في الاول دي بتقل وانت بتحتاج تستخدم جرعات اكبر واكبر عشان تقدر تصل لنفس درجة الانتشاء والحكاية دي ظهرة في الناس اللي بيشربوا يعني بيشربوا كحول في الاول تشرب ليك كوبايا واحدة خلاص يعني انت تكون منتشي وناعي وبتاع شوية شوية بتتلقى انو انت محتاج كل يوم تشرب ولكل يوم تشرب اكتر بين اليوم القبل ده اسمها tolerance اللي هي تعود ودي واحدة برضو من الظواهر المصاحبة لعملية الادمان طيب خلونا شوية كده بان انا يعني احاول ببساطة كده اشرح ليكم كيف بتشتغل الادوية دي او حاجة حالي حكاية الادمانية دي بتجي من وين نحن طبعا عندنا الجهاز العصبي هو عبارة عن ملايين الخلايا العصبية مرتصلة ببعض وتتكلم مع بعض عند الطريقة انها تتواصل مع بعض وهذه الرسائل اللي بتوصلها من بعض دي برضو تنتقل من مكان الى اخر وتنتقل من جزء الى اخر عشان نصل للحالة المطلوبة اللي عاوز المخ المخ هو جزء من الجهاز العصبي هو جهاز العصبي المركزي المخ والنخاع الشوكي ده يسمى الجهاز العصبي المركزي وباقي الاحصاب الحايمة في الجسم بنسميه الاحصاب الطرفية اللي هو الجهاز العصبي الطرفي ولكن دي الكله بيشتغلوا مع بعض كجهاز تحكم في الجسم تحكم في كل حال لكن ده حديث لوقت اخر افهموا النقطة بتاعت انه ملايين الخلايا العصبية دي تتحدث وتتواصل مع بعض طيب خليني اوريكم انا قصد شنو طيب الرسمة اللي انت شايفينها في السكرين دي دي رسمة لخلية عصبية رسمة ما خالص كده كرتونية شوية لكن ما عليش عشان بس غراض الشرح زيها وزي اي خلية تانية عندها يعني الاجزاء الاساسية في الخلية عندها نواة وعندها سايتو بلازم وعندها جسم وعندها كده ولكن الخلية العصبية هي تتميز بهذه التمددات هنا دي دي اسمو ديندرايت ودال اسمو اكسون اكسون طيب اللي بيحصل شنو التمددات اللي انتو شايفينها دي هي دي المستقبلات اللي بتخلي الخلايا الاخرى دي خلية واحدة اللي بتخلي الخلايا الاخرى تتواصل مع هذه الخلية خلايا العصبية التانية وشوفوا ان كل خلية عندها التواصل مع كم عدد كبير جدا من الخلايا ما بتجد معلومات من واحدة بس بتلقاها من عدد الاف او مئات الخلايا الاخرى اوكي طيب تستقبل الانبوت او الاشارات القادمة عن طريق هذه التشعبات وهنا بيتم التعامل مع هذه المستقبلات او هذه الاشارات الجاية ويتم يقرر تقرر الخلية دي انه حتوصلها او توديها قدمة لجدام ولا حيتموت هنا على حسب قوة قوة الاشارات وكده طيب اذا قررت انه هي دار توصل المعلومة دي لجدام لخلايا تانية او لبقية عن نحاء الجسم تقوم توديها بالهناير واحد ده بالمسار الواحد ده اللي هو اسمه اكسون وهذا المسار يتواصل مع خلايا اخرى وهكذا طيب الحاجة الان اعود لكم تعرفوها انه الخلية التواصلة مع الاخرى هو عن طريق مواد كيميائية منسميها نيرو ترانسميترز او الموصلات العصبية مثال لها دوبامين في امس الاخرى زي السيرتونين والقابلين حيث ننواحس اسماء كثيرة اوكي ولكن نحن خلونا نعرف دوبامين وتذكروا برضو سيرتونين مهم برضو طيب الموصلات الكيميائية دي تشتغل بين الخلايا من خلية لخلية عشان الاشارة تصل نستخدم الموصلات الكيميائية ولكن الخلية نفسها عشان الاشارة تصل من الرأس هنا من السيل بودي عشان تصل للطرف ده بتستخدم كهرباء electrical activity اوكي وهنا لما انتصل الالكتريكال activity هنا الاشارة الكهربائية تصل للطرف ده بتستخدم مواد كيميائية تفرز مواد كيميائية من هنا عشان تصل للخلية البعدة يبقى التواصل بين الخلايا كيميائي والتواصل على مدار الخلية نفسها كهربائي قليني أديكم صورة تانية طيب طيب شوفوا ده ده هنا دي التواصل بين خليتين عصبيتين دي الخلية اللي حاز تدي الإشارة للخلية دي بالانجليزي اللي هنا ده اسمه سينابس سينابس دي الحتة اللي فيها بيحصل الإيصال الإشارات من خلية لأخرى شوفت فيه الاسبيس ده ما تشوفوه كبير كده هو حاجة بري يعني دريبة جدا من بعضهما ولكن ده مكبر طبعا طيب الحبيبات دي هي عبارة عن المواد الكيميائية محفوظة داخل حويصلات كده وهنا خلينا نقول إنه ده الدوبامين لأن الدوبامين هو هم حاجة في حكاية الإدمان دي الدوبامين محفوظ داخل هذه الحويصلات لما انتجي الإشارة الكهربائية من رأس الخلية هناك من هنا يتجي هنا معاشة دي نهائي ده الطرف النهائي بتاعه تقوم هذه الحويصلات تفرز الدوبامين والدوبامين ده بيقطع المسافة البسيطة دي بين الخليتين ويمشي عشان يرتبط ب شوفتوا الحاجات البروجيكشنز الطالعة دي دي مستقبلات دي مستقبلات الدوبامين اللي هي دي لما نجي الدوبامين يلصق فيها بتعمل إشار الإشارة بتنتقل كل ما كترة المستقبلات اللي جايها اللي بيرتبط بها الدوبامين كل ما كانت الإشارة أقوى واحتمالية إن الإشارة تستمر تمشي لخلية تانية أو تبقى يعني تمتد تتمدد بتكون أكثر وكل ما قلت كمية الدوبامين وبالتالي كمية المستقبلات اللي بيجيها دوبامين كل ما كانت الإشارة أضعف وقد لا تستمر قد تجي فينا بس ما تحصل لها حاجة أرجو إنه الناس تكون تحاول هنا عشان لما نتكلم عن هذا الأمر يكون في وضوح شوي طيب يبقى دي ده النظر العامة كده بقصة كيف تعمل الخلايا العصبية وقصة التوصيل الكيميائي والتوصيل الكهربائي ده لكلها جصة إنه كيف تتحدس هذه الخلايا لبعض مع بعض تتخاطب كيف مع بعض طيب دي النظرة التفصيلية في النظرة العامة إنه كله في مناطق مختلفة في المخ مختلفة زي ما قلت لكم بشي ده جهاز معقد جدا فيه مراكز مختلفة وكل مركز هو عبارة عن تجمع لهذه الخلايا العصبية وبيعملوا نشاط مع بعض نشاط معين النشاط ده قد يؤدي إلى فكرة معينة أو إحساس معين أو كده يعني يعني الأحاسيس والمشاعر والأفكار والإبداع والخيال والزاكرة والحياة دي كلها كل حاجة عندها مركز اللي هي عدد من الخلايا تشتغل مع بعض طيب عندنا مركز اسمه مركز ال reward center reward center reward معناته شنو؟ معناته مكافأة هي عدد من المناطق مرتبطة ببعض وظيفتها إنها تشجع استمرار بعض النشاطات المفيدة للجسم يعني أنت لما تعمل نشاط يساعد على إنه صحتك تكون كويسة وإنك تظل باقي كإنسان مثلا تأكل تشرب تتنفس تتريض الحياة الزي دي الhabits الكويسة اللي هي بتساعد على إنه صحتك تكون أفضل وإنت تكون كويس يعني وكذلك تساعد على استمرار النوع البشري مثلا التكاثر يعني دي كلها حاجات محببة ومطلوبة وكويسة وظيفة هذا المركز إنه يشجع عليناها تتكرر عشان كده سامو reward center لما العادات العادات العادة المعينة تعمل على يعني تنشيط هذا المركز معناها العادة دي احتمالية إنها تتكرر بتزيد لأنه المركز بيقول آه والله كويس جدا يلا استمروا أعملوا تاني أعملوا تاني أعملوا تاني هذا المركز أو الأجزاء المختلفة تحت المركز دي بتستخدم الدوبامين كمادة أساسية المادة الكيميائية الأساسية في المركز التشجيعي ده المركز بتاع المكافأة ها هي الدوبامين والعادات اللي نحن عاوزناها تتكرر دي أو الحاجات الجسم عاوزها تتكرر ها بتؤدي لإفراز الدوبامين بكميات كبيرة في هذا المركز أوكي عشان كذا نحن مثلا الأكل الأكل ده حاجة محتاج لنا نحن وبالتالي الموخ هيقول لك أعملها كتير أعملها طوالة فعندنا بيجي نشتهي الأكل لما ناكله بنحس ببسطة كده بنتبسط وبنفتش عليه لما نكون جعانين الجوع هنا زي حالات الانسحاب الحالة انسحابية الحالة التي تحصل لك من الجوع بطنك تحس منك ممكن تكون حالة انسحابية من الأكل مثلا طيب الغرض من هذا المركز ليس هو إنك تحصل على لا ولكن يشجعك على استمرار عادات مفيدة لجسمك أو لبقاءك أو لحياتك أو لصحتك كده يعني طيب إيه هاللي بيحصل هذه البراكز أو هذا المركز يتم اختطافه وتحفيزه بصور شديدة عن طريق الأدوية أو العقارات أو المخدرات أو المواد التي نستخدمها وتؤدي الإدمان أوكي وهذه المواد الإدمانية واللي أنا حذكر هي أنواع مختلفة هي أنواع مختلفة يعني هذه المواد الإدمانية عندها القدرة على تحفيز وتنشيط هذا المركز وبصورة شديدة كمان شفت السعادة اللي بيجيك لأنك أكلتليك أكلة مظبطة كده أضربة في عشرة والعشرين والمية دي السعادة اللي بيحس بيها شخص اللي بينسميها هاي بيحس بيها شخص مثلا يستخدم كوكاين أو هيروين أو كده كلها ما شسرون نفس هو نفس نفس الباسوي نفس المسار ولكن لما يحدث بصورة طبيعية لشخص طبيعي غير مدمن ما بيستسار أو يتم استسارته بس بالطريقة الشديدة هي طريقة كويسة بلاجرب لزيزة بتديك كده إحساس بالراحة وباستمتاع يعني ولكن هذه الأدوية أو هذه العقاقير الإدمانية تؤدي إلى استسارة مركز المكافأة أو المركز المكافأة لدريات شديدة جدا وبالتالي أي حاجة البليجر والهاي اللي انت بتلقاه بيكون شديد و كذلك احتياجك ليه بيكون شديد تبقى قاعد كده بس داير دا داير دا داير كده يعني وجسمك بيقول لك كرر كرر أعمل دا تاني أعمل دا تاني أعمل دا تاني كده الإدمان بيحصل لما يكون في عقار معين بيمشي يخاطب مركز المكافأة ويخاطب بصعود عالي وبشدة هو دا العقار اللي يمكن إدمان أوكي وهذا العقار عنده قدرة على إفراز الدوبامين بكميات كبيرة وبالتالي تأثيره قوي جدا على السيطرة على سلوكيات محددك طيب هل الإدمان كله عقاقير لا أنواع الإدمان يأما تدمن على مادة معينة ودلوقت إن إحنا في الطب ما بنسميها addiction addiction دي أو ما بنسميها إدمان لأن الإدمان دا فيه نوع من يعني لفظ كده فيه زي تهمة كده للشخص المصاب بالإدمان زي كانك بتتهم وإنت مدمن زي شتيمة كده فبيقينا نسميها substance use disorder اضطراب استخدام المادة المعينة مثلا اضطراب استخدام الكحول بدل ما أقول الشخص دا مدمن كحول أو الكحول بقول عنده اضطراب استخدام الكحول يعني يستخدم الكحول بصورة مرضية اضطراب استخدام ال-ice اضطراب استخدام ال-heroine بدل ما أقول مدمن على ال-heroine يعني بيقى فيه شوية تغييف المصطلحات عشان الناس تكون شوية politically correct ما تستخدم حاجات فيها اتهام للمريض لأنه دي المرضى دي المرضى دي حاجة مفروض نحن نفهمها إنه إدمان مرض طيب فيبقى الشخص ممكن يكون مدمن على مواد معينة وممكن يكون مدمن على السلوكيات ونشاطات معينة حتى السلوك ممكن يكون إدماني مثلا في ناس عندهم مشكلة القمار لعبة القمار المرضي ممكن يخسرني حاجة قروشه عقاراته قروش أهله الورسة بتحته ورسة أهله كل شيء لكن ما يقدر يجيف من عملية المجامرة القمار ده إدمان وده مرض اسمه Compulsive Gambling طيب فيش سلوكيات ثانية أيها السلوك المنتشر دلوقتي هو السلوك إدمان السوشال ميديا وده يعني يمكن زول ما يخسر قروش ولا يخسر حاجة ولا يدخل كالسجن عملية كده ولا بتاع لكن تخيل أنت زول شاب صغير أو زول شابة صغيرة كل يوم تقضي عشرة ساعات ستة ساعات في التكتوك أو في الواتساب أو في ما بعرف إيش فيسبوك هل دي عادة مفيدة ستة ساعات دي ما ممكن الزول كان يعمل بيها حاجة أفيد من ذلك تبني حياته لي قدام ولا تخليه وتعلم حاجة كويسة ولا المهم حاجة مفيدة فيبقى The Waste of Time أنت بتضيع في وقتك والوقت دا بالمناسبة أكتر حاجة أو أكتر مورد مهم الوقت أكتر مورد مهم في الدنيا الوقت البضيع داك مفيدة لترجع تاني خلاص فقد ونحن بفهمنا المعروف أنه نحن عندنا وكت محدود في الدنيا دي أوكي فإنت إذا عمز تعمل حاجة من حياتك لازم تستفيد من الوقت المتاح لك بدل ما تعمل في نشاطات مضرة عمل حاجة مفيدة تقدم لك الدام تنور تدك تدك شهادة تدك عمل حاجة يعني فيبقى سوشيال ميديا نوع من الإدمان وهكذا يعني في عاجات كثيرة طيب ما هي المواد الإدمانية الأنواع بتاعت الش خليني أذكر لكم الأنواع المشهورة والمعروفة وأنا هذكرها في شكل كل واحدة عندها طيب المواد الإدمانية زي مثلا الأفيونات مواد الأفيونية ودي الأمثلة بتاعت شنو الهيروين الأفيون مورفين الفنتانيل الفنتانيل ده هنا بقى بيقى حاجة جدا في أمريكا موضة الناس كلها بتموت بسبب الأدوية بتحت العقاقير بتحت الألم ناس أوكسيكودون والحاجات دي بيديك لو الطبيب بيوصفه لكن هي مادة إدمانية وأستعد الوقت دي واحدة من أكبر المشاكل الإدمانية في أمريكا يمشي الواحد مثلا اكسر رقل حصل لي حادث رقل تكسر قاموا أدوه وصفة فيها حبو أوكسيكودون مثلا أوكسي ما يشاع واستخدمه وريقله بيقت كويسة وبتاع لكن أدمن يقوم في واحدين يحاولوا يمشوا للدكتور تاني عشان يديهم وصفة تاني أوه 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 لسا الوجع ما يعرف هو ما دائرة لأنه قبل قدته إحساس كويس قدته انتشا نشوة إذا تدار بيقتور قبل وصفة أو وصفتين حصل إذا ما حصل أداه كده دي من أكبر الأسباب اللي بتخلي الناس يمشوا يلجأوا للشارع للأدوية اللي اشتروها من الشارع الأفيونات اللي بتستخدم لغرض طرفيه يعني ودي طبعا دي مشكلة عويصة وبعد ذلك يبقى مدمن بالدرب يعني إنا استخدم هيروين استخدم فانتانيل استخدم الحبوب اللي بدوا عليه وبس التجار المخدرات دي عندهم أشكال مختلفة فدي واحدة من أكبر مشاكل دلوقتي في أمريكا والغرب عموما لكن أمريكا متضررة منها أكثر حتى يمكن في العالم هي حكاية الأدوية بتاعة الألم واللي هي من مشتقات الأفيونات دي و يا إما الشخص يفضل مضمن عليها هي نفسها أو ينتقل إلى استخدام الأدوية من الشارع street drugs في تاني المهدئات والمنومات زي Valium Xanax Ambien حاجات دي دي برضو إدماني هي عند أغراض طبية نحن ممكن نستخدمها يعني للناس اللي عندهم توتر وقلق ما بعرف عدم قدرة عن النوم مشاكل في أرق عند استخدامات طبية ولكن يمكن استخدامها برضو أو يمكن تؤدي إلى إدمان ودي خطيرة جدا إذا أدمنت لأن الشخص إذا حاول أنه يجيف من استخدامها بصورة فجائية ممكن تقتل بالمناسبة الحكاية دي الأعراض الانسحابية للمهدئات والمنومات ممكن تكون قاتلة على حسب طبعا شدة الاستخدام وكده طيب النوع الثالث المنشطات المواد المنشطة ودي أشهر من أشهر اتنين فيها هما الآيس اللي هو المثل الفتمي ده بيجا مشكل عالمية ده حاجة كارثة والحاجة التانية الكوكين صدقوا أو لا تصدقوا الكوكين أخير من الآيس رغم أنه كوكين زي الزفت لكن الكوكين أحسن من الآيس فدي الكلاس ده اسمه المنشطات في حاجة اسمع عقاقير الهلوسة وكلمة هلوسة هنا مقصود بها شنو انت بتشوف حاجات ما حاصلة أو بتسمع حاجات ما حاصلة الهلوسة دي معناها انت المستقبلات بتاعة المخق دي بتستقبل في إشارات غير موجودة وعادة تكون إشارات قوية جدا يعني مثلاً أنا أشوف بعاتي أو أشوف حشرات ماشرة في الحيطة أو أشوف أسمع أصوات ما موجودة أوكي أو أحس بحاجة في جسمي ما هنا أي حاجات بتمشي في الجلد كل أنا أعمل هلوسة فعقاقير الهلوسة دي بتصمم عشان تديك أحاسيس زي دي أو تخلق ليك عالم كده تكون موجود في عالم خيالي فيه ألوان وأضواء و و و حاجات يعني الناس طبعاً بيختلفوا في تخيرهم يعني أو الهلوسة بتاعاته ولكن هي عقاقية كده في واحد أو وحدات مشهورات اللي مثلاً ال-LSD LSD أو ال-PCP دي عقاقير هلوسة في نوع من المشروع اسمه طيب ما أمزكرة اسمه شنو لكن هو مشروع وممكن يعمل هلوسة المشروع ده المشروع الفطر إضاء لكن فطر بتاع هلوسة طيب في تاني الكنابز كنابز دي اللي هي المجموعة بتاعت الحشيش والبنجو والماريوانا وكده دي مجموعة كده بيسموها كنابز ويسمها بيختلف من بلد للتاني هنا بنسميها ماريوانا و في السودان مثلاً بنسميها البنجو أو الحشيش أو كده دي طبعاً بتعمل تغيير في المخ يعني أيها بتغيير العقل تغيير العقل أو تغيره تعتبر مادة مخدرة أو مادة مغيبة للعقل يعني مسكرة ولكن عندها برضو زي أنواع تانية كثيرة عندها استخدامات طبية مثلاً لحالات الألم المزمن حالات التوتر الشديد حالات مثلاً إنعدام الشهية الشديد عندها يعني استخدام في المجال الطبي ولكن هي في غالب الأحيان لا تستخدم لذلك هي تستخدم لأغراض ريكرييشن الأغراض طرفيه طيب تاني في المواد الإدمانية بتاعة الشعوب زي حالاتنا كده في السودان شعوب الفقيرة اللي هي مثلاً حيات بشو موادي اللي هي مثلاً زي السيليسيون مش عندنا حكاية دي منتشرة موجودة يعني وفي زيها مواد كثيرة يعني دي برضو ممكن تؤدي لحالات سكر وتغيب العقل والإدمان وكل طيب فيبقى دي كلها فصائل مختلفة للمواد اللي ممكن تكون إدمانية في مواد أخرى اللي هي الكحول خمرة في مواد بنستخدمها بصورة يومية وكلنا مدمنين لها أنا شخصياً أغير عليكم اللي هي الكافيين اللي موجود في مواد مختلفة نستخدمها بصورة يومية جهوة شاي كوكاكولا بيبسي ما بعرف كثير من المواد الشرابات الشرابات بتحت بيسموها energy drinks بتحت الطاقة فيها دراجات مختلفة من الكافيين وهكذا وكذلك النيكوتين النيكوتين ده مادة شديدة الإدمان واتكلمنا واتكلمنا قبل كده عن التدخين واتكلمنا عن التومباك دي برضو مواد تحت أو دي تحتوي دي مواد يعني مركبات تحتوي على النيكوتين والنيكوتين هو المادة الإدمانية طيب ايه المشكلة ما رأخليهم طالما بيديهم النشوة والسعادة اللي بيحسوا بها السعادة الوقتية دي ما تخليهم المواد الإدمانية دي وكذلك السلوكيات الإدمانية عندها عواقب بتؤثر على كل مجالات الحياة إذا قلنا إنه حياة الشخص هي عبارة عن حياة اجتماعية حياة حياة عملية موضع اقتصادي وضع عملي وضع في البروفيشن بتاعك انت وصلت وين شغل يعني علاقات مع الآخرين علاقات أسرية أو غير وتاني في المجال القانوني من حياتك الناس تسعى لأنها تكون تظل في قانونيا في السليم يعني وهكذا الإدمان هو مشكلة معقدة لأنه يؤثر في كل هذه المجالات الشخص يستمر في هذه العادة ويستمر يمارس لأنه لا يستطيع أن يسيطر على نفسه فقد قدر على السيطرة على نفسه لمنعها من استمرار في هذه العادة ولأنه جسمه بيدفعه لذلك بالرغم ما عرفته من الأضرار الشديدة اللي بتعمل يعني الناس القمار عارفين أنه ضرر عارف أنه هيخسر يعني احتمالية أنه يخسر أكبر من احتمالية أنه يفوز وعارف وضعه الاقتصادي في زي الطين بسبب هذه العادة ولكن يمشي يلعب قمار المشاكل الاجتماعية يبقى هي أنه أنت بتخسر علاقاتك مع الآخرين تتأثر أهلك ممكن قاطعوك عديل كديدة حتى يعني يعني ممكن تدخل في مشاكل مع الغانون يدخلوك السجن لأنك بتتعامل مع المخدرات دي أو لأن أنت حاولت تسرق عشان تقدر تشتري الجرع بتحت اليوم أو عملت حاجات زي دي فبكت تدخل في مشاكل قانونية نفسيا الناس الداخلين في الدائرة بتحت الإدمان دي بيكون عندهم مشكلة بتاعة احترام الزات يفقد مشاكل اكتئاب مشاكل القلق ومشاكل أحيانا أكبر من ذلك يعني في بعض الناس عندهم قابلية إنهم يصابوا بأمراض زهانية وهذه الأمراض بتكون كامنة وباطن ما ظاهرة لحد ما يبتدوا يدمنوا أو يستخدموا هذه المواد الإدمانية وفتصهر عليهم الأعراض تبقى مشاكل نفسية بالآلاف طيب هل عندها تأثيرات على صحتك الجسدية نعم أول حاجة الناس تفهم إنه حتى عمل المخ بيتأثر تأثير مباشرة على تركيبة المخ وعمله لأنه دلوقتي نحن عندنا تذكروا يعني الزور مدمن ده حاصل عليه حاصل عليه إنه عنده حياته كلها وطاقته وقدراته كلها مركزة في حاجة واحدة الجرعة الجاية هلقاها متين هشتريها من وين هجيبها من وين أمشي لمنه عشان الجرعة 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 ما في أي إنجاز آخر ولا لا يهم إنه يكون في إنجاز بس مركز في دي الحاجة اللي حتدي ريوورد دي الحاجة اللي حتدي مكافأة أو سعادة وانتشار نشوه ما في حاجة تانية حاجة تانية كلها تفقد أهميتها ممكن يبطلوا الأكل ممكن يبطلوا اهتمام بنفسهم لا يتسوق لا يستحمل يأكل لا يشرب ما هي من أي حاجة بس مركز في القصة بعض هذه المواد عندها ضرر مباشر على الجسم ذكرت لكم الكحول الكوكاين ده يؤثر في القلب ويؤثر في المخ ويؤثر في أي حاجة الأيس يؤثر في المخ يؤثر في القلب يؤثر في الكبد يؤثر في كل أجزاء الجسم والواحد بيكون عنده بدأ الجسد يتأثر يحصل له مشكلة يعني مثلا الأيس والكوكاين ممكن يعملوا مشاكل بتاعة فشل في الدورة الدموية فشل قلبي لكن ما يمش الدكتور ولا يهتم بينه أنا عندي مشكلة صحية مشاء عالية ولا يحك بس مركز الآن الجرعة بتاعتهم تين فيبقى نحن يعني بنتعامل مع أشخاص مخهم دا بيقى ما معانا بيقى في حتة تانية عشان تعرفوا حجم المشكلة شكله شني يعني نحن كل يوم عندنا في المستشفى ناس مصابين بأمراض واختلالات جسدية وصحية نتيجة عملية الإدمان واستخدام المواد المادة المعينة إذا كانت كحول والأيس والكوكين والهيروين والغيره ويصابوا بأمراض شديدة وناس هما شباب ولكن لا يهتم بس خليني يعني بس خليني بس زحالي واجع ده وخليني أمشي أشوف جرعة جاي متين ولا دي مشكلة الإدمان دي مشكلة الإدمان طيب أنا أفتكر لحد دي هنا كفاية دي نظرة عامة عن مسألة الإدمان دي وإن شاء الله هنعمل حلقات نتحدث عن كل إدمان كل مادة بصورة منفصلة وأشكركم أشكركم جدا